زي ما قلتلكم الشيكابالا يقرر اللجوء لمركز التسوية والتحكيم ضد اتحاد الكورة ودي الخطوة الاولى فعلا انت قبل ما تروح يعني ما ينفعش الشيكابالا او نادي الزمالك يروح يقدم شكوى على تحكمة الرياضية الدولية او في الاتحاد الدولي لازم الاول شيكابالا يقدم الشكوى لمركز التسوية والتحكيم هنا في مصر وبعدين لو يعني ما استفادش الشيكابالا من الشكوى دي بعد كده تتقدم ليه المحكمة الرياضية الدولية وايضا ليه الاتحاد الدولي فالفترة القادمة شيكابالا يقرر اللجوء لمركز التسوية والتحكيم ضد اتحاد الكورة بسبب العقوبات اللي ايه اتحاد الكورة او لجنة الزلمات النهاردة اقرتها على شيكابالا الرد الفعل بقى المهانس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة قال لك انا ما عرفش اي حاجة ما اتكلمتش ولا لجنة الزلمات خادت اقوالي ولا اي حاجة انا عرفت عقوبة شيكابالا من المواقع الرياضية يعني بيقول انا مهانس احمد مجاهد قال لك انا ما ليش علاقة خالف وكان المهانس احمد مجاهد لما تسأل على ايه الشيكابالا عمله فقال الرجل ما قالش الفاظه ما قالش حاجة ده هو قال لي انت اهلاوي فا احمد مجاهد نفسه برق شيكابالا في تصريحات احمد مجاهد عن الواقع ولكن تقرير الحكم وتقرير المراقب المباراة بيقول ان شيكابالا تلفز بالفاظ سيئة وكان برضو يعني برضو تقرير المراقب المباراة وحكم المباراة قالوا ان شيكابالا سخن الجمهور كان سبب من اسباب الجمهور يجتمل الاتحاد الكورا وسخن ده تقرير الحكم ومرائب المباراة